السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نتحدث الآن عن موضوع الطراب الطلاقة وكيفية استخدام بعض الفنيات العلاجية الخاصة بعلاج الطرابات الطلاقة اللي هي التأتاء أو اللاجلاجة زي ما احنا اتكلمنا عليها طبعا أبحاث كثيرة اتكلمت على أن السبب الخاص بالتأتاء هو سبب نفسي أو منشأها نفسي رجل بعد المشكلات النفسية اللي بيتعرض لها الأطفال أو المصاب بالتأتاء وبيتسبب عنها التخفي خلف هذه الأشكال غير الطبعية من الكلام أو مشكلة الطلاقة بصفة ايه طيب العلاجات المستخدمة العلاجات اللي احنا نستطيع ان احنا نستخدمها في علاج التأتاء راجع في معظمها إلى النظريات النفسية وتعتمد على النظريات النفسية وأول أسلوب منها وأسلوب تقليل الحساسية التدريجي وده أسلوب من الأسليب اللي بتعتمد على ان احنا بنحاول ان احنا نخفض تدريجيا ايه موضوع اللاجلجة أو التأتاءة عندنا كمان فيه الكلام الإقاعي والكلام الإقاعي هو عبارة عن تدريب الطفل على بعض الأناشيد اللي يستطيع من خلالها ان هو يتعلم ايه التلاقة كمان عندنا موضوع مهم وهو الاسترخاء الكلام هو تدريب الحالة أو المصاب التأتاء على الاسترخاء ويه بتجيب نتيجة جيدة جدا موضوع الاسترخاء فيه ان الطفل أو المصاب التأتاء بيبدأ يتضرب على الاسترخاء ومن عن طريق الاسترخاء وفنياته يبدأ ان هو يتحكم فيه ايه نطق الكلمات بطلاقة ويه لو يعني شوفنا العلاج الأفضل لعلاج التأتاء انا دايما نقول ان هو علاج يعتمد على مسلس علاجي ايه المسلس العلاجي انه يكون عندنا علاج خاص بالكلام وعلاج نفسي وعلاج أسابي التلاتة مع بعض معظم الحالات اللي انا قابلتها اه وعندها تأتاء بيكون السبب الاساسي فيه المشكلة عندهم يعني ايه القصوة واذا كان فيه تدليل مفرط او اذا كان فيه عقاب شديد يعني معد العلاج تقابلت عندها عقاب شديد بيتعرض ليه من جانب الام او الاب او داخل البيت او تدليل بزيادة وده برضو بيتسبب في ايه زهور التأتاء وعشان كده احنا لو احنا اعتمرنا على العلاج الخاص بالعلاج الكلام والعلاج النفس والعلاج القصوة غير اللغوية يعني احنا ننمي الادراك السمعي وبعد كده بعد ما ننمي الادراك السمعي لأصوات غير اللغوية اللي ايه لأصوات داخل البيئة اللي بيشفها الفاوض نبدأ ان احنا نميز الاسوات اللغوية وهي خاصة بالكلمات كمان عندنا نبدأ فهم الكلمات وبناء المفردات كل ده كمان جاي على موضوع اللغة التعبيرية وفهمها وهكذا كمان عندنا فهم الجمل وفهم الجمل بيضرب الطفل على فهم الجمل عن طريق التوجيهات والإرشادات كمان نيجي كمان تذكر الجمل ان هو يستطيع ان هو يتذكر ايه الجمل وكل ده بيحاول ان هو يعالج لنا موضوع اطرابات اللغة